اشتركوا في القناة اقيمت بينهما امس مصدر بالزمالك ادارة الزمالك لم تصدر اي قرار بشأن تغريم اللاعبين موضحا ان الادارة ترى ان الزمالك قدم مباراة كبيرة ولكن سوء الحظ كان سببا في الخسارة للقاء وشدد المصدر على ان مجلس الزمالك يدعم الفريق والجهاز الفني والخسارة واردة في كرة القدم كما ان الموسم لا يزال في بدايته والفريق هو بطل الدور والكاس ويسعى للحفاظ على البطولتين والمنافسة على دور ابطال افريقيا من المقرر ان يبدأ الزمالك تدريباته اليوم الاحد للقاء بالمرتقب وسيبدأ الجهاز الفني بقيادة فريرا في علاج السلبيات والاخطاء التي وقع فيها اللاعبون في دقاء الاهلي لتلافي تكرارها في مباراة الدوري مصدر بالزمالك ادارة الزمالك ترفض نهائيا معاقبة شيكبالا خاصة ان اللاعب لم يخطل في اي شيء وعدم تسلمه المادلية لتواجده مع مؤمن زكريا لاعب الاهلي وشدد على ان شيكبالا تعرض لاستفزازات وهتفات معادية من جانب جماهير الاهلي وما فعله اللاعب كان رد فعل فقط وفي النهاية تصالح الشيكبالا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي كشف مصدر بالزمالك عن سر اختفاء مرتضى منصور عن المشهد في الساعات الماضية بعد خسارة السوبر المصري واكد المصدر ان مرتضى غاضب بشدة من فريرا ويعتبره المسؤول عن الخسارة بسبب بعض القرارات الفنية خلال المباراة واشار الى ان مرتضى فضل عدم الحديث ليلة المباراة لعدم الادلاء باي تصريحات فعالية تؤثر على مسيرة فريرا مع الفريق في الفترة المقبلة حيث نصحه بعض المقربين بضرورة التزام الهدوء خاصة وان الجمهور نفسه عبر صفحات التواصل الاجتماعية هاجم فريرا وحمله المسئولية ولم يهاجم اي شخص الادارة من الاساس فريرا للاعب الزمالك انتم ابطال الدور والكاس والخسارة يجب ان تكون دفع قوي لكم من اجل الظهور بشكل افضل في الفترة المقبلة في ظل منافسة الزمالك على الدور والكاس وبطولة دوري ابطال افريقيا وتابع فريرا على ان هناك اخطاء وقع فيها الزمالك وعليهم تلافي تكرارها في المباراة المقبلة من اجل استعادة مسيرة الانتصارات وطالب فريرا اللاعبين بغلق ملف السوبر والتركيز في لقاء انبي رفض فريرا فكرة تطبيق سياسة الدور بين محمد عوات حارس المرمى الاساسي ومحمد صبح الحارس البديل في مباريات الدور المقبلة ويتمسك فريرا باستمرار عوات حارسا اساسيا على ان يكون محمد صبحي البديل له احمد حسام ميدو عبر تويتر فريرا مدرب كبير ولكن حساباته لمباراة الاهلي كانت خاطئة وتدخلاته خلال 90 ديئة كانت راضيئة ولكن نها كرة القدم اي مدرب في العالم ممكن يكون مش يومه واضاف خسرنا السوبر ولكن فريرا لديه رصيد كبير عندنا ولازم ندعمه ونسانده وان شاء الله المدشدة يكون ألم للعيبة وفريرا مرتضى منصور قرر عقد اجتماع طارق لمجلس ادارة النادي لمناقشة بعض الامور قدر اليوم مؤكدا ان الاجتماع لا علاقة له بخسارة الفريق وكتب على فيسبوك حتى يستريح الجميع لا علاقة بالاجتماع بأي قرار يتعلق باللاعبين او الجهاز الفني او الطبي او الاداري واضف مجلس الادارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والاداري وبالتأكيد المشرف على فريق الكرة فنتيجة مباراة لن تهز سقتنا في المدير الفني او اللاعبين الذين اسعدون من قبل بالانتصارات وقال هذه المناسبة لتهنئة مجلس ادارة النادي الاهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر هذه هي الرياضة الحقيقية لا يوجد فائس بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات يستعد محمود الوينشي للسفر لانجلترا من اجل اجراء ذراحة الرهبة بعد الاصابة التي تعرض لها والتي يغيب على اثرها من 4 اشهر الى 6 اشهر ويسعى الوينشي لاجراء العملية في اقرب فرصة للعودة مجددا في اقرب وقت لتدريبات الزمالك في الموسم الجديد كريم حسن شحاتة مراقب مباراة الاهلي والزمالك ادانة ثنائية محمود عبد الرازق شيكابالا وحسين الشحات بسبب احداث مباراة السوبر واتم حسين الشحات وشيكابالا مهددا بالايقاف بسبب الاحداث التي شهدتها القمة في الامارات خلال الايام المقبلة ستضح كوافة الامور هاني حتحوت فريرا غاضب من زكريا الوردي بعد خطأ السوبر وفي نفس الوقت المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك لم يطلب تجميد اللاعب وتابع فريرا اخبر المقربين منه انه حذر الوردي من تلك الاخطاء وهي التدخل بشكل متهول وخصارة الفريق لتغيير بجانب التمرير تحت ضخ وهو سبب غضب فريرا من اللاعب واوضح من الصعوبة ان يشارك الوردي في مباراة انب القادمة في الدوري والتي ستظهر الطريقة التي سيعتمد عليها فريرا خلال المباراة القادمة احمد شوبير لا يوجد مساس بالجهاز الفني او الاداري في نادي الزمالك ولا فريق كرة القدم وواصلت عودنا على وجود المؤتمرات الصحفية والمداخلات التلفزيونية بعد المباريات ولكن حتى الان لا يوجد مساس بفريرا او جهازه واتم لافتة رائعة من مجلس ادارة نادي الزمالك بتوجيه التهنئة لمجلس ادارة النادي الاهلي ونتمنى استملار الروح الرياضية بين المجلسين واللاعبين في الفريقين شوبير ناس كتيرة بتسألني على كهرباء الاهل سجل كهرباء بس المشكلة مش مشكلة فلوس الاهلي اعلن عن قيمة عقد الرعاية وهي الاعلى في تاريخ مصري بقيمة حوالي مليار ونص مع حقوق البس وتابع الاهلي تمسك بكهرباء وسجل ولكن ايه اللي هيحصل الكلام رايح جاي بين كهرباء وبين غرامة النادي اصبر ولما تيجي لينا فلوس هنسدد مين هنسدد انت يعني يا كهرباء اللي هتسدد ووصل كهرباء متبقلي من عقده القديم 10 مليون جنيه وهياخد مبلغ محترم من العقد الجديد يسدد به وشدد كل تأخيرة فيها خيرة كل تأخير في زيادة على الاهلي اللي هم 5% والدولار بيغلى كل يوم الغرامة كانت حوالي 36 مليون جنيه بعدين بقت 40 مليون ودلوقتي بقت اكتر من 50 مليون هل الاهلي هيفضل بيتأخر هل الرعاية هتدفع هتدفع كلها لكهرباء هل كهرباء هيرحل في يناير واضف هل من الممكن يكون في صيغ التفاهم بين الزمالك وكهرباء وعلى موجبها يتم الدف شوبير هقول معلومة هتبقى مفاجأة كهرباء لجأ للقضاء المحلي بتهم التزوير العاد وبيقول ان العاد اللي تسجل هو العقد القديم وما فيش عقد جديد واتمه فيه عند وفيه عنده اقتراح تاني بالتفاوض مع الزمالك هو كهرباء شخصيا يتفاوض ويدفع لانه زهر وعاوز يلعب القصة مطولة ومش هتتحل دلوقتي بس كده هي دي كل اخبار اللي كانت معنا النهار ده عن نادي الزمالك اتمنى الفكر يكون خفيفة على لبكم يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة وتشكليكم جدا على دعمكم سلام